السلام عليكم ازايكم افندية النهاردة زي ما وعدتك انا جايب لك موقع هدية الموقع بتاع النهاردة حتى اللي عارفه قبل كده هيتفاجئ النهاردة بطريقة شرح جديدة جدا وهيلاقي حلول لحاجات كتيرة جدا كانت وقفة قدامه وحلول مش موجودة اصلا في الموقع ذات نفسه انا النهاردة هقدر اقول لك ازاي تتحايل على الموضوع دوت وتقدر تكسب وتزود دخلك من الموقع ده موقع النهاردة هو عبارة عن موقع وظايف مستمر هتقدر تعمل كل خمس دقايق دولار وانت وشطرتك يمكن تعمل اكتر من كده والنهاردة انا دوري ان انا اقول لك ازاي كمان تعمل في الخمس دقايق دول بدل من دولار اكتر من خمسة دولار يعني المهمة او الوظيفة اللي هتظهر قدام واحد بسعر هتظهر لك انت بسعر مختلف يعني ممكن كمان تظهر لك بسعر اعلى وقبل من اتكلم في الموضوع بتاع النهاردة حابب بس افكرك بالمسابقة بتاعتنا المسابقة الكبيرة اعلننا عنها في الفيديو اللي فات وعلشان تعرف تفاصيلها وتعرف ازاي تنفذها هتلاقي اللينك بتاع جروب التليجرام الخاص بالقناة تحت في الوصف كل اللي عليك انك هتنزل تشترك في الجروب علشان تقدر تشترك في المسابقة الكبيرة اما بقى ردا على الناس اللي كلمتني كتير بعد الحلقة اللي فاتت وقالت لي ما تبخالش علينا بالمسابقة اللي كنت بتعملها كل حلقة انا وعدتهم ان انا ان شاء الله هرجع المسابقة دي بس بنسبة اقل علشان ما نقطعش خالص ان شاء الله انا قررت غير المسابقة الكبيرة اللي احنا عملينها على جروب التليجرام انا هستمر معاك في المسابقة بتاعت كل حلقة ولكن هنخفضها لواحد بس يعني بعد الما كان بيفوز معنا في الحلقة اتنين بعد كده هيفوز في كل حلقة واحد بجائزة قيمتها خمسة دولار واللي لسه بيتفرج عليها الاول مرة المسابقة بتاعتنا كانت عبارة عن لغز بيتقال في وسط الحلقة او في اول الحلقة او في اخر الحلقة كل اللي عليك انك تسمع الحلقة كويس جدا وتشوف اللغزة هيتقال في اي وقت في الحلقة وهتنزل بصرع في الكومنتات وتكتب لي اجابة اللغز بس النشروط المهمة انك تكون مشترك في القناة وعمل لايك فما تنساش وانتنازل تعدك كده على الظهر الاشتراك تعمل تشتراك وتعمل لايك والحلقة اللي بعدها مباشرة بنعلن اللي فاز بالجائزة بتاعت الخمسة دولار اما المسابقة الكبيرة فزي ما قلت لك موجود تفاصيلها في جروب التليجرام فلو انت عايز تستفاد من الجائزتين جاوب على اللغز وروح جروب التليجرام عشان تعرف المسابقة الكبيرة وتشترك فيها اما الموضوعنا النهاردة زي ما قلت لك الموقع دوك مهم جدا لك هتقدر تعمل منه فلوس كويسة جدا 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 انا اشتركت في الموقع النهاردة وعملت عليه التست بتاعي فاقل من خمس دقائق قدرت اجيب نص دولار طريقة سهلة جدا وهكمل معاك شوية وظيفة النهاردة بس المهمة عندي النهاردة ان ليه عايزك تركز معي علشان هقول لك على تقائق مهمة جدا 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 هتنفعك في الشغل بتاع الموقع بتاع النهاردة اهمها انك ازاي تزود الوظائف او المهام عندك في الحساب بتاعها والمهم انك بعد اما تزود الوظائف او المهمات ديت ازاي تزود القيمة المالية للوظيفة دي يعني لو الوظيفة دي مثلا بتديك نص دولار او دولار ازاي تخليها تديك اتنين دولار يعني احمد ومحمد احمد دخل لأ الوظيفة ديت اشتغلها بدولار. محمد دخل لأ نفس الوظيفة اشتغلها باتنين دولار. النهارده انا هقول لك ليه محمد خدها باتنين دولار? وليه احمد خدها بواحد دولار. النهارده هقول لك برضو على سر تقدر تستخدمه علشان تقدر تشتغل على المهمات اللي فيها اللغة انت ما تعرفهاش. وازاي تترجم لغة المهمة ديت? علشان تقدر تحلها بسهولة. لان الموقع مش هيسمح لك انك تاخد بنسخي من الكلام علشان تترجمه. وحتى لو استخدمت المترجم بتاع جوجل فهو هيترجم لك اي كتابة في الصفحة معادة الكتابة اللي موجودة جوه المهمة. مش هيترجمها لك. هيسبها لك زي ما هي باللغة الاصلية. النهاردة انا هقول لك ازاي تتحيل على الموضوع ده وتقدر تترجمها للغة اللي انت عايزها علشان تقدر تحل المهمة بكل سهولة. وده هيبقى مهم جدا انك تركز فيه لان اي مهمة بتفتحها مربوطة بوقت. ولو الوقت خلص من غير ما تخلص المهمة بتاعتك. ضاع عليك الربح دي اول حاجة. ولو الموضوع اتكرر معك اكتر من مرة فانت بتعرض حسابك للحظر. او انك ما تاخدش مهمات جديدة. وكمان هقول لك على الوسائل اللي تقدر تسحب بها من الموقع. والمفاجأة معنا النهاردة ان الحد الادنى للسحب وهو اتنين سن. انت متخيل موقع مهام او وظايف هتقدر من اول اتنين سنت انك تسحب. بس السحب لي شروط? لازم تعرفها معايا واحنا بنتكلم عن الموضوع. قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك واللايم. وانك تنزل تكتب لي اجابة اللغز لما تسمعه جوه الحلقة. وما تنساش المصابقة الكبيرة اللي لسه اليك عليها من شوية اللي في جروب التلجرام. فلازم تنزل بسرعة وتشترك في جروب التلجرام علشان تعرف تشترك في المصادر. فين جانا هويتك بقى اللي بنوص عليه كل مرة كده? وحصلني على الموقع. ارجعنا وبعض تاني والموقع اللي هنتكلم عليه النهاردة اسمه ودي دلالة ان الموقع بيشتغل بالزكاية الاصطناعية. وليه بيشتغل بالزكاية الاصطناعية? لان المهمات اللي هيختبرك فيها علشان يقدر يوظفك او تشتغل في الموقع معمولة بالزكاية الاصطناعية. طب وليه معمولة بالزكاية الاصطناعية? اتعامل بيه علشان حضرتك ما تقدرش تتحايل على الموقع في الاختبارات اللي بيعملها لك. وهعرفك دلوقتي ازاي? لان زي ما قلت لك في المقدمة الموقع هيمنعك انك تنسخ الكلام علشان تقدر تترجمه. وهيمنعك كمان انك تستخدم المترجم بتاع جوجل. يعني قفل قدامك كل الحلول اللي هتقدر تترجم بيها اي لغة انت مش عارفها علشان تقدر تحل المهمة بسهولة. انا النهاردة جايب لك الحل. عشان كده قلت لك ركز معي وفين جان اهوتك معي. هنا بيديك اختيارين انك تسجل بيهم في الموقع. اول اختيار هنا بيقول لك انت جاهز علشان تقدر تكسب فلوس. فده الاختيار اللي احنا هنسجل فيه. لان انا داخل الموقع علشان احل مهمات ومقابل ده هاخد فلوس. اما الاختيار التقني ده لو انت عايز تعمل مهمة داخل الموقع حد ينفذ هنا. فاحنا بما اننا اجتمعنا في الفيديو ده علشان نعمل فلوس فهنختار الاختيار الاولاني. اول ما تضغط على الزرار ده وطبعا هتلاقي الرابط موجودة عندك في الوصف وهتلاقيها موجودة في التعليق المسبق. هيزهر قدامك انك تسجل من خلال ايميل الجيميل او من ايميل الفيسبوك مباشرة او انك تسجل بحساب عادي تكتب الايميل وتكتب الباسورد. انا ارشح لك انك تسجل من خلال ايميل الجيميل مباشرة. بعد ما تدخل الموقع هتلاقيه بالمنظر اللي انت شايفه ده. هتلاقي في مهمات موجودة عندي بالروسي. لان انا اضفت اللغة الروسية وهقولك ازاي تضيف لغات علشان تزود المهمات عندك. وايه الحد الاقصى المسموح للغات علشان ما تاخدش بيان او حظر او علشان تزهر المهمات قدامك باستمرار. في مهمات عندي بالروسي في مهمات عندي بالانجليزي وكمان هتلاقي مهمات عندي بالعربي. بس قبل ما نبدأ كلام حابب احذرك من نقطة مهمة جدا. ما تستعجلش في حل المهمات ولازم تعرف المهمة هتتعمل ازاي كويس الاول وبعد كده تبدأ تعملها. وفي مهمات كتير هتلاقيها زي كده دي تدريب. انصحك وبشدة انك تعمل مهمات تدريب كتير في الاول. لان دي بتبقى مجرد مهمات تدريب مش عليها اي فلوس. فلو حلت صح او حلت غلط مش هيتم حظرك من اي حاجة. انما المهمة اللي هتاخد منها مقابل مادي لازم تركز كويس اوي في كل اجابة بتقولها. اول حاجة هتعملها بعد التسجيل مباشرة هتروح للخانة بتاعة الملف الشخصي من هنا. هتلاقي هنا اول خانة وهي خانة البيانات الشخصية. هتدوس على الزرار ده وتكتب كل بياناتك بما فيها تاريخ ميلادك واسمك والدولة اللي انت منها والمحافظة اللي انت منها والرقم البريد بتاعك كل بياناتك الشخصية. بعد كده هتربط رقم التليفون. مهم جدا انك تربط رقم التليفون بتاعك علشان ده هيجيلك عليه كود تأكيد. لان جزء كبير من توصيق حسابك في المنصة هنا علشان يعتمدك كموظف انك بتوسق رقم تليفونك وبتوسق الايميل. الايميل بيجيلك عليه رسالة علشان تأكد حسابك. رقم التليفون بيجيلك عليه رسالة علشان تأكد حسابك. بعد كده هيبقى اللغات الرئاسية اللي موجودة عندك هي اللغة العربية واللغة الانجليزية. حضرتك عايز زود لغات اهلا وسهلا. الفكر هنا ان انا كل ما زود لغات بيظهر لي مهمات جديدة باللغة الجديدة. يعني لو انا عملت عربي وانجليزي. فلو في مهمات عربي وانجليزي عشرين مهمة بس النهاردة فهم دول المهمات اللي انا هقدر عملهم. انما لو اخترت مسلا لغة زي الروسي لو فيه في اللغة الروسية بس عشرين مهمة كمان يبقى انا بدل ما كنت هعمل عشرين مهمة انا هعمل اربعين. ليه اخترت الروسي? لان الروسي مهمتها سهلة وكويسة وبتعمل منها فلوس كويسة جدا. ممكن تضيف اي لغة جديدة من هنا. تدوس على الضرار ده وتضيف اي لغة انت تختار. انصحك ما تزودش عن تلات او اربع لغات. لانك لو زودت عن كده علشان خاطر مهمات تجي لك كتير. هتلاقي نفسك ممكن كمان بتتحذر من مهمات معينة. والمهم في زيادة اللغة دي انا ما بزودش لغة وخلاص. انا لازم بعد ما بزود اي لغة من دول بيتعمل لي اختبار في اللغة. يعني ايه اختبار في اللغة? يعني زي ما انت شايف اللغة العربية معمول قدامها صح. يعني معناها انا كده دخلت اختبار اللغة العربية وخدت فيه موافقة. واختبار اللغة الانجليزية. نفس الكلام عملت اختبار اللغة الانجليزية وخدت فيه موافقة. هنا النقطة المهمة. بما ان انا ما عرفتش اسجل ساعتها وانا بعمل الاختبار. هعمل لك بس صورة كده خدتها لقطة شاشة للاختبار وهعرفك ايه مدى صعوبة الاختبار باي لغة انت ما تعرفهاش. اختبار اللغة بيجي لك بالمنظر ده. معمول بالزكاة الاصطناعية علشان الكلام اللي في الخلفية ده هيشوشر على اي صورة. يعني حتى لو حضرتك خدت صورة من الكلام ده عشان تترجمه. بعد ما تحط الصورة دي في المترجم. المترجم نفسه هيطلقبط عشان الكلام اللي موجود في الخلفية والكلام اللي موجود قدام. اختبار اللغة العربية هيجي برضو بنفس الصيغة. عبارة عن لغس. مش هيبقى السؤال مباشر. وهتلاقي برضو نفس الكلام في الخلفية لو انت اللغة بتاعتك الاصلية مش العربي. فطبعا انا حليت العربي وحليت الانجليزي عشان انا بعرف في الاتنين دول. انما الروسي لغاية دلوقتي ما عملتهاش لان انا لو دخلت امتحان الروسي مش هقدر انجح فيه. لان مش هقدر اترجم الكلام وما بفهمش روسي. طب ليه حطيت الروسي علشان يظهر لي مهمات في الروسي. طب انت كده لغبطتنا معاك لما هو الفكرة كلها ان المهمة عندك تظهر وخلاص. ليه عملت الاختبار بتاع العربي والانجليزي? هنا نرجع للنقطة اللي انا قلت لك عليها في المقدمة. انت ممكن تضيف اللغات وهيظهر لك قدامها مهمات. ولكن هتظهر لك بسعر قليل. انما لو حضرتك عملت اختبار في اللغة المهمات ديت سعرها هيبقى اعلى. بمعنى ان انا عملت اختبار في اللغة الانجليزية فلو المهمات دي بتظهر عندك انت وانت ما عملتش اختبار اللغة الانجليزية لو ظهرت لك مثلا بتلاتة سنت باربعة سنت انا ممكن تظهر لي بربع دولار او بنص دولار او ممكن اعلى. دي الفايدة انك تعمل الاختبار بتاع اللغة العربية او الانجليزية او اي لغة انت عايزة. كده احنا عرفنا ايه فايدة ان انا اضيف لغة وايه فايدة ان انا اعمل اختبار في اللغة. نيجي للجزء التاني هنا وهو الفلوس بتاعتي اقدر اصحابها ازاي? هتبقى من القسم ده. عندنا تلات وسائل للسحب وهي والوسيلة ديات اللي هي اسمها بابرا. ما عرفش تابعة ايه. ووسيلة السحب بتاع بايونير وهي وسيلة مفضلة حتى في مصر والشرق الوسيل. تقدر تربط اي حساب من دول علشان تسحب عليه فلوس. مدة السحب كده قبل منسى مدة السحب بتبقى من يوم لسبعة ايام. يعني لما وصلتكش اول يوم ما تستعجلش عليها معاك لغاية سبعة ايام علشان اضيفها بتاعتك توصلها. وطبعا ده علشان لو سألت انا ليه ما سحبتش النهاردة? انا زي ما قلتلك انا لسه مسجل في التطبيق او في الموقع النهاردة. وبعد ما عملت اول عشرين سنت دخلت عشان اجرب السحب اللي هو الحد الادنى بتاعه اتنين سنة. مكتوب عندي ان العمولة بتبقى اتنين في المية وبحد اقصى سبعة دولار. على حسب المبلغ بتاع السحب هياخد منك اتنين في المية ولكن المبلغ لو كبير والاتنين في المية دي هتعمل مبلغ كبير. هيبقى الحد الاقصى للعمولة سبعة دولار مش هتزيد عن كده. بس اتفاجئت من الرسالة اللي جات لي ان انا مش هقدر اسحب قبل ما يكون عادة على الاقل يوم على تسجيل في الموقع. ولو غيرت رقم التليفون مش هقدر اعمل عملية سحب الا لما يكون عادة سبعة ايام. ودي من قواعد السحب في الموقع. نيجي بقى للسجل بتاع المهام اللي انا عملتها. انا عملت في الموقع ده اربعة وخمسين مهمة. يا عملت اربعة وخمسين مهمة. علشان تاخد نص دولار. وجايت اقول لي في خمس ازاي هعمل دولار? انا جاي لك في الكلام. تعال كده نبص مع بعض على المهام اللي عملتها. هتلاقي ان معظم المهام هنا صفر. يعني مهمة مجانا. مش عليها اي فلوس. زي المهمات اللي قلت لك عليها برة. ان دي معمولة علشان التدريب. وعشان انا عارف خطورة ان انا ادخل مهمة بفلوس واغلط فيها. ممكن تعرض حسابي انه يتقيد من المهمات. فبالتالي مرضتش اغامر. عملت الاول المهمات المجانية علشان اقدر استفاد وافهم الموقع اكتر. وبعد كده دخلت على المهمات المدفوعة. وفي عندي هنا مهمين اتعملوا. ولكن الرصيب بتاعهم تحت المراجعة. لو ضغطنا عليهم كده. هيفتح لي هنا المهمة. وهيقول لي ان هي تحت المراجعة. الحد الاقصى للمراجعة 18-10-20-23. لو تم وقت المراجعة ده. والفلوس ما تحطتش في حسابي. ساعتها ممكن ابلغ الدعم بتاع الموقع. ان العميل ده ما دفعش الفلوس. فبالتالي الموقع بيعمل له حظر ان هو ما يعملش مهمات تاني لان ده كده بيتخيل على الناس. هتلاقي هنا كمان ان في مهمة واحدة بس عملت منها ربع دولار. مهمة واحدة بس. لو رجعنا تاني للتسك هتلاقي هنا في الاول لسه الاختبار بتاع اللغة الروسي انا لسه ما عملتوش. لما بقى افهم روسي هبقى ساعتها عمل الاختبار ده. هنحاول مع بعض الكلام عربي علشان تبقى سهلة للكل. كده انا استخدمت المترجم بتاع جوجل حول اللغة العربي عادي والموقع كلها هيتحول عربي لكن المهمة نفسها جوه لو المهمة مش هتتحول لاي لغة. هتفضل زي ما هي باللغة بتاعتي. علشان كده انا قلت لك هقدم لك النهاردة الحل السحري اللي هتقدر تتحايل بي على الموضوع ده وتحل اي مهمة مهما ان كانت اللغة بتاعتي. خلينا مسلا نشوف مهمة زي دي. اي مهمة هتلاقي تحتها حاجتين. اول حاجة وهي خانة التعليمات. وتاني حاجة التفاصيل. لو ضغطنا على التفاصيل هتلاقي هنا المهمة مربوطة بوقت. يعني لو حضرتك الوقت ده عدى عليك وما خلصتش الاختبار كله. المهمة هتتقفل. والفلوس مش هديلي لك في حسابه. فلازم تلقق تحل المهمة بسرعة داخل الوقت المحدد. والكلام ده بيتطبق على اي مهمة. في مهمات مدتها دقتين. وبالذات ديها بتبقى موجودة في الاختبارات. الاختبار ده لو انت مش سريع في الخلف. الاختبار هيتقفل وهتسقط فيه. ونسيت اقول لك ان الاختبار بتاع اللغات تحديدا لو فشلت فيه هتاخد تلات شهور قبل ما ترجع تعيد الامتحان تاني. وفي خلال التلات شهور دول اي مهمة باللغة دي مش هتظهر لك. فلو ما كنتش واثق من حل الاختبار بتاع اللغة ما تعملوش. اعمل اللغة اللي انت تفهم فيها فقط علشان خاطر تنجح فيها ويظهر لك المهمات بسعر كويس. غير كده ممكن تضيف اللغة والمهمات بتاعتها هتظهر لك بس تظهر بسعر قليل. نيجي هنا على خانة التعليمات. في التعليمات بيقول لي ان هتظهر قدامي صورة ممثل وقائمة ممثلين موجودة تحتها. الصورة دي هتبقى متخدمة من مشاهد مختلفة. وهقدر احدد من الصورة دي الممثل ده. هنا صعوبة الامتحان انها هتبقى صورة الممثل اللي موجودة فوق في عمر زمني مختلف. يعني ممكن يجيب لك صورة الممثل وهو كبير. والصور اللي موجودة فوق هي صوره وهو لسه في مرحلة المراقة او وهو صغير. بس طبعا التشابه هيبقى موجود. فانت كل اللي عليك يا ام هتختار صورة الممثل لو موجودة. ولو صورة الممثل مش موجودة فيه عندك اختيارين تانين. وعلى فكرة المهمة دي بالروسي. الاختيارين اللي موجودين زيادة. اول اختيار انك الممثل ده مش موجود اساسا في الصورة اللي فوق. تاني اختيار ان الصورة اللي موجودة قدامي مش واضحة ان انا حدد الممثل ده. هنقفل كده ويعرفنا الاختبار هيتعامل ازاي? طيب اول ما ادخل هنا المهمة لو هي بفلوس. اول مبدأ المهمة هيبدأ يحسيب الفلوس على طول؟ لا. هيتعمل لك تست الاول على المهمة نفسها. لو عديت فيه بنسبة خمسة وسبعين في المية في ما فوق. المهمة هتتفتح لك وتبدأ تعملها. طب المهمة بدأت وعملت التست وجبت خمسين او ستين في المية. المهمة هتقفل وهتاخد صفر. وبنسبة كبيرة ممكن ما تقدرش تفتح المهمة دي تاني. علشان كده قلتلك اعمل الاختبارات المجانية الاول كتير جدا لغاية ما تتقن الشوق. والحد ما تفهم التعليمات. وبنسبة كبيرة جدا هتلاقي سبعين تمانين في المية من الاقتبارات المجانية هي هي نفس المهمات اللي انت هتعملها بفلوس. فمش مشكلة يا سيد ضيع ساعة ساعتين النهاردة كله في المهام المجانية علشان تقدر تسقل خبراتك الاول. بعد كده ابدأ اشتغل بفلوس. هظهر لك دلوقتي لما بدأت المهمة دي تظهر لي ايه? زهر لي زي ما قلتلك الاختبار الاول اللي انا مفروض اعمله. زهر بالمنظر ده. بيظهر لك صورة الممثل باشكال واوضاع مختلفة. وانت بتختار صورة الممثل من الاشخاص اللي موجودة تحت. انا دلوقتي عملت الاختبار اللي هو حطهولي في الاول. وقال لي انت اكتسته بنسبة تمانين من مية. كده انا مؤهل ان انا اخد المهمة دي. فدلوقتي بيقولك انت يمكنك الوصول الى المهام بمكافأة قدرها تلاتة سن. هتدوس هنا على يبدأ وتبدأ تشتغل على المهمة. والمهمة دي طالما انت اكتست الاختبار بنسبة كويسة هتظهر لك باستمرار. خلينا ندخل عليها كده ونعمل بدء ونجرب مع بعض. هندوس كده على يبدأ. زي ما انت شايف ظهر لي الصور فوق والصور اللي موجودة تحت والاختيارين اللي انا قلت لك عليهم. كل اللي عليك انك هتاخد الشبه بتاع الصورة دوت وتختار اي ممثلة من اللي تحت. غالبا هتكون دي. طبعا الاسماء مكتوبة بالروسي والكلمتين دول مكتوبين بالروسي. طيب انت دلوقتي قلت لها اديك الحل. طبعا انا هقول لك الحل في عجالة لان الصورة دي مربوطة بوقت. لو ما خلصتش داخل الوقت هتضيع علي الفلوس. كل اللي عليك ان انا اظهر لك البرنامج دلوقتي المهم اللي هيفيدك في الموضوع ده وهتقدر تتحيل به على الموضوع. فتحت قدامك الموبايل بتاعي دلوقتي في البرنامج ده بتاع الترجمة من خلال الصور. هضغط عليه بالمنظر ده. هختار علامة الكاميرا اللي موجودة تحت. هقفل من فوق علامة ديت لان البرنامج مجاني مية في المية. زي ما انت شايف ظهر لي الاسماء موجودة تحت. طيب في تحت هنا موجود اللغة اللي على الشمال تحت خلص تحت علامة الكاميرا هتلاقي آآ اللغة المفترضة اللي هي موجودة اصلا. طبعا انت هتقول له زي ما هي موجودة اللغة. هو هيكتشف اللغة. روسي الماني زي ما يكون. وهتختار من الجنب اليمين ده انه يترجم للغة العربية او الانجليزية او الفرنسية زي ما انت عايز. تمام? انا كده كل اللي عليا ان انا هاخد لقطة هتديك مسلا كلمة زي دي. وهاخد هنا لقطة كده. هقفل هنا تاني. هتلي هنا ترجم لي الاسم بتاع الممثلة. هحل بس الصفحة الاول علشان ما يضيعش عليها الوقت. هنا مسلا الممثلة دي هناخدها بالشبه هي ديت. انا ضيعت وقت كتير. هناخد آآ والله انا انا بطلق 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 في الشبه ده. هناخد تقريبا هي دي. هنا الممثل ده. انت ممكن هنا تختار ان انت مش قادر تمايز الصورة بس هو عندي ظاهر هنا ده. آآ الست ديت هناخد مين? هي واحدة من الكبار دول. تقريبا دي. بعد كده هناخد الممثل ده. تقريبا. انا بس عايز احلي بسرعة لان انا ضيعت وقت كتير. فممكن الصفحة تقفل بسرعة قبل ما حل النموذج جداي. آآ الراجل الكبير ده تقريبا هو ده. بس ابدأ. آآ ديت ممكن تكون بس عشان تحاول ما تتلقبطش كتير لانك لو اتلقبطت كتير النموذج ده مش هيفتح قدامك تاني. تقريبا هي ديت. اللي بتناب دورة ديت مين? تقريبا هي دي. لا هي دي. آآ الراجل ابو شنب ده. ناخده مين اللي هو في. آآ انتهى الوقت. كده للأسف انتهى الوقت علشان خاطر اصور لحضراتكو. ما ممكن كده ما تحسب ليش الفلوس. فربنا يسطر والمهمة دي ما تتقفلش قدامي تاني. طيب هو فتح لنا صفحة جديدة الحمد لله يعني. خلينا نحل الصفحة ديت عشان ما نضيعش وقت. كده احنا خلصنا الصفحة ديت هدوس هنا على يقدم. زي ما انت شايف الرصيد زاد قدام فوق. بعد كده هعمل هنا الكباتشة دي. الرصيد زاد عندي آآ لربعمائة خمسة وستين. هيفتح قدامي صفحة جديدة. وابدأ احلها تاني. طب نفترض ان انا دلوقتي عايز اقوم اعمل حاجة. والوقت لو مرة عليها هينتهي الوقت وهضيع علي الفلوس. اعمل ايه? هاجي هنا على خروج. يا ام اعمل ارسال وانتهي بقى انا كده خلصت المهمة دي النهاردة مش هشتغلها. او ان انا اعمل هنا او ان انا اختار هنا مخرج. فانا دلوقتي هخرج منها مؤقتا. لو رجعت هرجع اكمل شغل تاني عليها بدون اي مشاكل. او ان انا اختار يا تخطي هنا فمع انها ان انا مش قادر احل اللغز ده اصلا او قادر احل المهمة ديت. فبالتالي انا مش عايزة. فدي بنسبة كبيرة جدا ممكن تروح عليك المهمة دي وما تظهر لكش تاني. فانت لو هتكمل هتختار من هنا مخرج. انك تخرج عشان ترجع تكملها مرة تانية. خلصت حل الصفحة هدوس هنا على يقد. كده احنا خرجنا من المهمة ديت. ولو عايز ارجع لها تاني هرجع لها مرة تانية. هنا كل ما خلص صفحة وقدم الصفحة ديت هيبدأ يتحسب لي الفلوس فوق. يعني انا دلوقتي لو عملت المهمة ديت لمدة خمس دي كمان يبقى انا عملت دولار مسلا او دولار ونص. ودي تعتبر مهمة رخيصة جدا. المهمة دي مش هتفضل تظهر لك كده الا ازا كنت عامل الاختبار صح وضيف اللغة صح. هنا من العلمين هتقدر تختار المهام اللي انت هتقوم بيها. يعني لو مش عايز مهمة التدريب تظهر هتقفل الاختيار ده. طبعا انا ارجح لك وبشدة وللمرة المليون خليك مع التدريب اطول فترة ممكنة علشان تقدر تتعلم صح. وتحت هنا هتختار الفئات. تقدر تختار الفئة والمجال اللي انت عايز تشتغل فيه. مهمة تانية زي مثلا هل هناك اي تلوث في الصورة دي برضو مهمة روسي. هتلاقي معظم المهمات السهلة واللي فيها فلوس كويسة كلها روسي. بس ديت مجرد امتحان. لو نجحت فيها هيطلع لك المهمة. ما نجحتش فيها مش هيطلع لك المهمة. لو جينا على التعليمات هتلاقي هنا بيقول لك الوصف بتاع المهمة ان في صور هيظهر فيها نقط مية مع تعكير. وهيديك هنا كمان امثلة الصور اللي ممكن تبقى فيها القطرات او التعكير دي شكلها ازاي. فبالتالي لو الصور فيها حاجة زي دي انت هتختار اختيار قطرات مع تعكير. اما لو الصورة دي بالليل وفيها برضو قطرات. لو دست عليها كده بيقول لك انها هتظهر لك بالمنظر ده. لو اختيار تعكير فقط هتضغب برضو هنا تشوف الاشكال بتاعت الصور اللي ممكن تكون معكرة تبقى شكلها ازاي? لو تعكيرات كبيرة يعني مشوشرة خالص او لو بالليل هتظهر قدامك ازاي? انت كل اللي عليك انك هتشوف الصور دي كويس جدا وتفهم التمييز ما بينها وبعد كده تخش الاختبار. لو دخلت الاختبار وعملت الاختبار صح كده هيأهلك انك تاخد المهمة دي بفلوس. واي حاجة في التعليمات هنا لازم تقراها بدقة علشان مفيش تراجع في المهمة. ولو غلط اكتر من غلطة هتاخد حظر من المهمة. ومع التكرار كتير في مهم كتير ممكن تاخد حظر من الموقع نفسه. حاجة زي كده برضو انا عملتها وبعد ما عملت الاختبار وتخطيته فتح لي المهمة بفلوس. الوقت بتاعها تلاتين دقيقة هتعمل متوسط دخل في الساعة سبعين سنتي. بس ارجع وكرر انك لازم تكون عملت اختبارات كتير الاول مجانا علشان تعرف تفاصيل المهمات ازاي. في مهمات تانية بيطلب فيها طلب تاني. يعني هنا مثلا بيحتاج ان انت تقدم اربع صور انت تصور اربع صور لسلوك محطوطة على الطريق. انا ما انصحكش انك تقدم اي صور ولا تصور نفسك اي صور. انت اشتغل على المهمات اللي انت هتحل لها مش اللي انت هتقدمها. هنا مثلا مهمة بعشرة سنت لو ظهرنا التفاصيل. المهمة هنا مدتها عشرين دقيقة. وقت المراجعة هيبقى في خلال يوم. المهمة دي هتعمل فيها متوسط دخل في الساعة حوالي اثنين دولار ونص. كل اللي مطلوب منك انك هتتحقق من نطق النص باللغة العربية صح. ولو دخلنا هنا على التعليمات بيديك هنا امثلة. المسالة هو. انت هتدخل على المسال ده. وبيقول لك هنا تم استبدال حرف كزا بكزا. وهل ده مقبول او مش مقبول. يعني بتقرأ الامثلة اللي بيقدمها لك هنا صح علشان تقدر على اساسها تشتغل في التصحيح بتاع اللغة العربية. دخلنا على مهمة تانية ودي مهمة التدريب فمش مشكلة الوقت زي ما انت شايف فوق ظهر لك الوقت ان المهمة دي لازم تخلص خلال آآ تسعة وعشرين دقيقة او تلاتين دقيقة. فهيظهر قدامك الكلام بالمنظر ده. لو جيت اخد كوبي مفيش كوبي. يا بص مش قادر اخد كوبي. مش قادر اخد كوبي من الكلام. مش قادر احدد ولا قادر اخد كوبي من الكلام. هاخد كوي بس من السؤال ممكن. لكن الاجابة مش عارف اخد كوبي من الاجابة. فبالتالي هو بيصعبها عليك علشان لازم تكون بتفهم لغة روسية. هعمل ايه? هرجع تاني للكاميرا. هاجي هنا. اهو. وهاخد كده التقاط مرة تانية. خدت التقاط للصورة. هعمل اكس. هيظهر قدامي زي ما انت شايف. الكلام اللي مكتوب. اول اختيار محتوى غير مقبول. تاني اختيار صورة من الاجهزة. تالت اختيار لا يوجد صورة كافية. رابع اختيار جزء من مقاعد الركاب لم يدخل في الاطار. خامس اختيار تقريبا او خمس اختيار اه. كائنات غريبة آآ داخل الصورة او الصورة غامضة. بعد كده الصورة ضلمة. فانا كده قدرت اعرف الاختيارات اللي موجودة عندي في المهمة. من غير ما ااخد نسخة من الموقع او حتى ااخد لقطة شاشة. لان ده او ده ممنوع. ولو جيت هنا فعلت الترجمة باللغة العربي. اهو. انا دلوقتي مفروب ما فعل اللغة العربي. الكلام فوق مترجم بالعربي اهو. لكن المهمة نفسها مش مكتوبة بالعربي. لو رجعت اللغة بتاعة الصفحة تاني. الكلام مش هتبقى مترجمة. فعشان كده لازم استخدم التطبيق اللي انا قلت لك عليه النهاردة. عشان تقدر تترجم بسهولة. لان المهمة مربوطة بوقت. لو ملحقتش تخلص المهمة قبل الوقت. المهمة هتضيع عليك وهتاخد حظر من المهمة ديت انها هتظهر لك تاني. اللغة بتاع النهاردة بيقول ما هو العدد الذي يقبل القسمة على اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. وفي كل مرة يتم القسمة يتبقى الرقم واحد. لو عرفت الاجابة انزل بسرعة اعمل اشتراك ولايك الاول وبعد كده جاوب على السؤال في الكومنتات. علشان تبقى سعيد الحظ اللي هتفوز معي الحلقة الجاية بجايزة قيمتها خمسة دولار. نرجع تاني لموضوع الحلقة. في عندي مهمات تانية. هتطلب مني وضع تشكيل في الكلمة حسب الصوت. يعني كل اللي علي ان انا هسمع صوت. طبعا هو هنا بيديك ملف آآ تفتحه علشان تاخد منه التعليمات. انا مش هفتحه حاليا. كل اللي هيدو لك بيقول لك مسلا ان انت هتسمع اللفظ كزا وهتحط علامات التشكيل. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات انك هتقدر تصحح الكلمات الخطيئة. كمان انا عندي هنا النهاردة موقع هتقدر من خلاله تشكل. وهو موقع شكلي. هتسمع الكلام اللي هيتقلك وهترجع تكتبه هنا مرة تانية وبعد كده تبدأ التشكيل. يعني هنكتب مسلا جملة عادية هنقول مسلا اسقط احمد التفاحة من على الشجر. اي جملة انت ممكن تكتبها عادي بس طبعا هتكون انت سمعت الكلام اللي اتقلك في الملف الصوتي. او لو هو مدي جمل جهزة وعايزك تشكلها او تشكل كلمات معينة. وهتختار من تحت هنا يا اما تشكل تشكيل كامل او تشكيل لأواخر الكلمة فقط او تشكيل الزامي للي هي التشكيل المهم فقط مش كامل التشكيل. لو اخترت التشكيل كامل ودست هنا على ابدأ التشكيل. في لحظة شكلي الجملة كلها تشكيل كامل. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد نسخي من الجملة دي او هاخده نسخي من هنا كده. وبعد كده اروح اقدم له التشكيل بتاع الجملة. فانت كل اللي عليك هتسمع فقط الكلام. هتكتب النص هنا. وبعد كده تدوس على تشكيل. وبعد كده هتاخد الجملة متشكلة جاهز وتبعد هنا. وتستلم فلوسك. هتلاقي في الموقع زي ما انت شايف عشان عاملين لغة العربي والانجليزي والروسي ظهر لي مهمات كتيرة جدا. كمان لو عملت ازهر المزيد هيبدأ يظهر مهمات تانية. في مهمات هتلاقي متعلم عليها بالمنظر ده. هو بيقول لك المهمة دي لازم تدخلها من على الجوان. وتحديدا الايفون. هنا اندرويد او ايفون. نفس الكلام هنا برضو ايفون. الافضل في الموقع هنا انك تشتغل من على الكمبيوتر لان في بعض المهمات بتتطلب منك انك لازم تكون الصورة كبيرة وتعلم بالماوس. هتبقى صعبة عليك شوية في الموبايل. يعني مسلا المهمتين اللي انا عملتهم بيتراجعوا دول. دي انك تكتشف الاشخاص اللي موجودين داخل الصورة. او تكتشف السيارات اللي موجودة داخل الصورة. فلو جينا على المهمة كده. هو دولات زي ما قلنا تحت المراجعة. لو جينا ضغطنا على المهمة نفسها. هتلاقي هنا بيطلب مني ان انا اعلم على الاشخاص. فانا بروح معلم بالمربع كده على الاشخاص دي طبعا هنا. بيبقى فيه اختيار تاني تحت ده. وهو إن أنا بعمل منه المربعات الصورة الثانية اخترت الأشخاص اللي موجودين جوه الصورة الصورة الثالثة نفس الكلام اخترت الأشخاص وبرضو بيديك في التعليمات إنك الإطار لازم يكون على الشخص نفسه ما يكونش أزيد ولا أقل لو فيه أشخاص تانية طبعا هتعلم عليها الصفحة الرابعة أشخاص هنا وهنا وهنا بيديك في المثال إن شخص زيادة راكب عجلة لو العجلة آخرها هنا فأنا بعلم على آخر رجل الشخص فقط مش العجلة كاملة نفس الكلام في اختبار العربية لو ضغطنا على الاختبار كده كان لازم أحدد على عربيات وده طبعا بيقى مكتوب لك كله في التعليمات هنا فيه عربية هنا فيه عربية هنا فيه عربية المقطورة ديت ما يتمش احتسابها عربية فمش هعلم عليها لازم أعمل على حدود العربية فقط ولو فيه نص عربية واضح وراء العربية ديت فأنا هعلم على نص العربية فقط هتلاقيه صور ظهرة هنا الشاحنات لأ ما تعلمش على الشاحنات هتعلم على العربيات بس صورة زي كده برضو هتعلم على العربيات حتى أنصاف العربيات الموجودة علمت عليها كلام ده على الموبايل هيبقى صعب شوية أنك تدر تحدده صح ده اختبار اللغة العربية اللي ظهر لي هنا يالي النهار وتسود فيه الظلام الليل هو الفترة الزمنية التي طبعا الاختيار هو التالت الليل هنا الشخص اللي ارتكابه جريمة أو مخالفة عقوبة هي العقوبة التي تفرد على هتختار هنا رقم اتنين اللي هي العقوبة نفس الكلام في بقية الأسئلة لازم تحل الأسئلة دي بسرعة في خلال تقريبا دقيقتين ويكونوا كلهم صح ده اختبار الانجليزي اللي ظهر لي فطبعا لو فتحنا الموبايل وجينا هنا نعمل نفس الكلام اللي خدناه فالزكاء الاصطناعي هنا هيمنع بالكلمات اللي موجودة وراء أنها تبقى مشوشرة على الكلمات الصحيحة فبالتالي يحصل مشكلة في الترجمة هنا ترجم الكلام اللي موجود في الخلفية يعني زي ما انت شايف كلمة التعلب البلني السريع ديت مكتوبة في كلمات الخلفية مش في السؤال نفسه فبالتالي هتلاقي نفسك بتطلقبط في السؤال ما انتش عارف السؤال من الاجابة من الكلام اللي مكتوب في الخلفية هيضيع عليك الوقت ولو عد عليك الوقت من غير ما تجاوب على اسئلة صح فانت خدت حظر من اختبار اللغة وهتقعد تلات شهور كاملين علشان تعرف تعمل الاختبار ده مرة تانية المهمة دي احنا عملناها اول للحلقة وزاد الرصيب بتاعنا تلاتة سنت وما زالت المهمة مفتوحة هقدر اخش اعملها مرة تانية واخد تلاتة سنت اعملها مرة تالتة ربعة خمسة لحد ما اخد واحد ده موضوع كل ما اخدش منا دقيقة او اقل من دقيقة هعمل يقدم مرة تانية اربعة خمسة وتسعين ممكن اكررها مرة تالتة وربعة وخمسة طول ما انا قاعد كده بشتغل عادي وطول ما انا بشتغل بيتحسي بلي فلوس بس طالها سهلة جدا كده انا عارفنا كل لحاجة موجودة معنا في الموقع بتاع النهاردة اديتك امثلة بالحاجات اللي انت تقدر تعملها علشان تزود الدخل بتاعك وتزود المهمات بتاعتك على الموقع عملت قدامك مهمات مهمات سهلة جدا سهل جدا ان تحسب لك الفلوس في المهمة بس المهم انك تقرأ التعليمات كويس الاول عرفتك السر اللي يهمك جدا في انك تشتغل على اي مهمة باي لغة متاحة لان الموقع مش هيديك امكانية الترجمة فعرفنا مع بعض ازاي هنستخدم التطبيق اللي قدمتولك النهاردة فان انا ترجم اي لغة من غير ما ياخد نسخ او صورة من الكلام هتعرف تترجم اي لغة هتعرف تحل اي مهمة هتعرف تعمل فلوس اظن مفيش اسهل من كده علشان تبدأ تشتغل وتعمل فلوس اعمل لك تاني منتظر ابداعاتكم على الموقع بتاع النهاردة وانك تكلموني وتقولولي انك بجد عملتوا فلوس لانها مقابسوط جدا ان قدرت اكون وسيلة علشان حضرتك حقق فلوس اما بالنسبة للناس السلبية بتاعت كل حلقة اللي ما بتبقاش عايزة تشتغل اساسا ده خلقته لا اعترض فقط خليك زي ما انت كده افضل اعترض في الكومنتات ما عنديش اي مشكلة خالص انا ما عنديش مشكلة انك تعترض علي بادم وتعترض علي في حاجة تستحق الاعتراض فعلا لكن انك حضرتك تعترض فقط وما تشتغلش فدي مشكلة عندك انه غيرك بيسمع الحلقة وبيروح يطبق وبيشتغل وبيعمل فلوس واظن انا رديت على الناس دي في الكومنتات وقلت لهم الكلام ده ابسط حاجة مواقع اختصار الروابط اللي احنا كنا بنقدمها في موقع لسه مقدمينه قريب انا سحبت منه احلات فقط من الرجالة وهقولها للمرة التانية من الرجالة اللي سمعوا الحلقة وراحوا اشتغلوا بجد سحبت ميت دولار الميت دولار دول يعني عشرة في المية اللي هي النسبة بتاعتي من الموقع معنى ان انا اسحب ميت دولار ان الرجالة دي عملت الف دولار ارباح من ايه من اختصار الروابط اللي برضو ناس سلبية كتير دخلت برضو في الكومنتات بتاعت الفيديوهات بتاعت اختصار الروابط قالت انت جاي تبيع الهواء انت بتضحك علينا باي كلام اللي بيستفاد من الموضوع ده اليوتيوبر فقط طب انا اليوتيوبر هوت وما باختصرش الروابط بتاعتي في اي مواقع اختصار روابط تخيل بقى انا الروابط بتاعتي هتقيها موجودة في المدونة اللي تابعة للموقع ما بعملش اي حاجة في اختصار الروابط لان انا كيوتيوبر لازم في مدونة رسمية للقناة وهي دي اللي بينزل عليها اللينكاب بتاعت القناة لكن الرجالة للمرة التالتة الرجالة سمعوا الكلام وسمعوا الاستراتيجية اللي انا قدمتها لهم راحوا اشتغلوا بيها عملوا ارباح الف دولار انت ليه ما تبقاش زيهم وتروح تشتغل انت بس عايز تعلق تعليق سلبي وخلاص علق يا سيدي تعليق سلبي من هنا للسنة الجاية وخلي الناس الجدعة تسمع الكلام وتروح تطبق وتشتغل ومنتظر ان انا هلاقي ناس تانية كتير هتشتغل على الموقع بتاع النهاردة وهتيجي تقولي انا عملت فعلا فلوس وانت في المقابل هتيجي تقول الكلام السلبي اللي انت متعود علي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد كان معكم مسامة سلامة